دكتور محمود حسن اه حوالي خمساشر سنة تقريبا ما شاء الله اهلا مع حضرتك اهلا مع حضرتك دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك دي اول مرة تبقى معينا في كاديوالكس لا كاديوالكس من اول ما اتعملت وانا فيها من الفين والاثنين تقريبا وانا متواجد حضرتك حاسس باي تطورات عن كل سنة اه كثيرا كتير كل سنة بيحصل في تطورات غير اللي قبلها والابديت والحاجات جديدة وحتى في التكنولوجي واللايف ترانسيميشن كل حاجات يعني كل سنة بنشوف حاجات جديدة غير اللي قبلها غير السنة اللي قبلها دكتور كنا عايزين نعرف كيف تستعادل القسطرة القلبية اه بالنسبة للأسطرة القلبية هي اه اداء من ادوات الفحص بالنسبة لامراض القلب القسطرة القلبية اه بتتعمل لامراض متعددة اه يعني اكثر حالة بتتعمل لها هي امراض الشريان التاجي وبعدين بتاليها اه امراض اللي ايه الشريان الترفية ثم الشريان اللي ايه الخاصة بالمخ اه ثم تاليها الاسطرة الخاصة بامراض الورثية لعند الاطفال او حتى الكبار يعني احنا نحتاج نعمل لهم اساطر حتى من ناحية التشخصية ومن ناحية العلاجية فالاسطرة اه بالنسبة لنا حاجة اصبحت اه مهمة جدا لمريض القلب من غيرها قبل كده يعني كنا بنشتغل بحاجات كلها ايه يعني ما بتساعدناش ان هنوصل للحل الامثل بالنسبة للمريض بزيات مرض مريض الشريان التاجيب الاستعداد للاصطرة القلبية لازم عن طريق اه اكثر من حاجة يعني اول حاجة التوعية السليمة والتشخيص السليم التوعية السليمة بالنسبة للمريض وبالنسبة للطبيب بالنسبة للمريض لازم يعرف امتى يروح لطبيب المتخصص بتاعه عشان من خلاله هو اللي هيقدر يعرف المرض ومن خلاله يحوله يعمل اسطرة سواء كان علاجية او استكشافية فقط او استكشافية وعلاجية فالقرار بيكون دايما فيد الطبيب المتخصص مش ايه طبيب ايه هو اللي يقرر لعمل الاسطرة لكن هي التوعية من حيث النسبة للعامة الناس يعني النسبة للمرضى انه فيه اشياء محددة لما يشعر بها المريض لابد ان ايه يذهب للطبيب المتخصص اهم هذه الاشياء هي الالام الحادة في القفص الصدري واللي هي بتيجي بصورة تدريجية ثم تزيد فتزيد فتزيد ثم يكون لها ايه مصحوبة بتعرخ شديدة ومصحوبة بتقيق هذه الاعراض كلها بتنبئ او بتقول ان هذا المريض يعاني من جلطة حادة في القلب من هنا انقاذ حياته لابد ان يكون بصورة سريعة جدا في خلال فترة قصيرة جدا كلما كان الوقت قليل او قصير ساعد هذا على انقاذ حياة هذا المريض فدي بنسميها حتى لما نركب لهم دعمات بنسميها دعمات ايه دعمات الحياة لانها بترجع المريض تاني ايه لحياته تاني من غير هذه الدعمات قبل كده ماكنش بنعرف نوصل ان احنا ننقذ هذا المريض فايد اول شيء توعية المريض توعية بالنسبة للمريض وبنسبة للطبيب المتخصص امتى الشخص صح وامتى يحول العيان لعمل هذه الساطر الاساطر دكتور كنا عايزين نعرف اعداد ترويات من مرضى الشريان التاجي المستقر مرضى الشريان التاجي المستقرة اللي هي بنسميها كورونيك ستيبولانجينة يعني دي عليها دبيت وعليها ايه اختلفات كثيرة على مستوى العالم بالنسبة للأسطرة والتدخل بالنسبة لهم واهم حاجة بالنسبة للعلاج المرضى دول هو العلاج الايه الدوائي لكن امتى حنا نلجأ للعلاج اللي هو العلاج بالأسطرة او التركيب دعمات او المرضى الذي يعمل أسطرة لما يكون عنده يعني دلائل وعنده يعني علامات انه عنده قصور في الشريان التاجية من خلال رسم قلب المجهود او او فحص بالنظارة المشعة او او فحص القلب المجهودة عن طريق الدوب ويتامين عن طريق لشعة الصوتية للقلب كل هذه الأشياء لو بيانت ان هذا المريض يعاني من قصور شديد وبرسبة عالية في الشريان التاجية فلابد ان ايه يحدث تدخل وعمل أسطرة ثم عمل دعمات بعد ذلك مرسي جدا يا داكر شكرا يا فندي شكرا يا فندي